ومن عمان ينضم إلينا الدكتور منذر الحوارات الكاتب والمحل الأسياسي دكتور منذر يعني ما هي الرسالة من وراء ظهور البغداد في هذا التوقيت مساء الخير أولا في المرة الأولى دشن المكان الخلاف المكانية وبعد انتهائها الآن يدشن العبث الدولي بأرواح الناس ويدشن مرحلة جديدة يرسلها كرسالة للعالم ولكل أعدائهم الذي وصفهم بالصليبيين الآن يقول أنه قادر على أن يفجر في كل مكان بالعالم وهو أشار إلى أن الله لم يأمرنا بالنصر بل أمرنا بالجهاد وبالتالي هذا يجعل الباب مفتوحا أمام مزيد من القتلى مزيد من التخريب مزيد من الدمار في العالم وهذا يحتم قراءة جديدة لكيفية التعامل مع هذا الواقع الجديد لأنه بدون شك سوف يكون واقع دموي في المرة الأولى كانت داعش تدافع عن مكانها أمام عالم يريد أن ينهيها لأنها خارج إطار العصر وقيمه أما الآن فهو يغزو العالم ويقول أنني سوف أجعلهم يدفعون ثمنا كبيرا لقاء تدميرهم للدولة التي أنشأها تنظيم داعش هل تعتقد أن هناك فارق ما بين ظهور البغدادي وظهور أسامة بن لادن على نفس الكيفية قبل ذلك؟ أسامة بن لادن اتبع منهجا موحدا وهو الذهاب إلى الغزو العدو أما هنا البغدادي فهو قرر أن ينشئ خلافة وحينما انهارت بالتالي بعد انهيارها الآن هو يجسد ما كانت تبعه تنظيم القاعدة سابقا بالذهاب إلى أعدائه وتدميرهم ولكني هنا أتساءل هناك الآن حراك شديد في منطقة الشرق الأوسط جوهره الحصاء الحديث عن إيقاف النفط عن إيران هل سوف تتحالف إيران مستقبلا مع تنظيم الدولة الإسلامية ومع أبو بكر البغدادي في مواجهة الحلف الصليبي كما سوف يسمى لاحقا أنا أترك هذا السؤال مفتوحا للمستقبل ولكن الظهور بهذا الوقت هو يخدم هذا الواقع إذن نحن مقبلين على حالة من عدم الاستقرار في المنطقة وحالة من الخوف والخراب ربما هذا يستدعي مزيد من الإنفاق ومزيد من الهروب المالي من الدول الشرق الأوسط وذهابوا إلى أماكن أبعد مزيد من الفقر ومزيد من التذمر إذن نحن غير مقبلين على حالة إيجابية في المنطقة ولا في العالم أنا أتمنى أن يتم القضاء على هذا التنظيم بسرعة ولكن لا أرى ذلك في الأفق القريب هل من الصعب رصد مكان وجود البغدادي بناء على هذه التسجيلات؟ إلا أن تحصل خيانة من أحد رفاقه أنا باعتقادي أنه يعزل نفسه أنا لست خبير بالجماعات الإسلامية ولكن ما لم تحصل خيانة من أحد أعضائه من أحد رفاقائه وهم يبدو مقربين جدا منه وبالتالي يصعب أن يصل أحد إليهم هم بالذات أما أن يرصد فهذه مهمة استخباراتية معقدة لأنه صحراء واسعة ويمكن أن يختفي الإنسان في أي زاوية من زواياها ولا يتم العثور عليه أو ربما يكون غادر المكان كله وذهب إلى مكان آخر لكي يقوم بعملياته الإرهابية تجاه العالم إذن دكتور منذر الحوارات الكاتب والمحلل السياسي شكرا جزيلا لك